بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنة ستة عاملين ايه يا ربو كلكم تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح اول درس في الترمي التاني احنا طبعا في الترمي الاول خدنا خمس وحدات النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الوحدة السادة وقبل ما نبدأ في الشرح متنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زر الجرس ليوثاركوا كل جديد ونبدأ على طول الحبابي في الشرح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة لازم تبقى عارفين عنوان الوحدة بقول ايه طبعا عنوان الوحدة السادة بقول The school concert The school concert يعني حفل المدرسة الموسيقية The school concert حفل المدرسة الموسيقية هنشوف ايه الحفل اللي الطلاب هيعملوه في المدرسة ويطرق ايه الآلات الموسيقية اللي هيستخدموها في الحفلة ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة vocabulary هي المفردات او الكلمات اللي بتقبلنا في كل درس اول مجموعة من الكلمات بعنوان music موسيقى معنى كده ان مجموعة الكلمات اللي تحت music كلها تعبر عن الموسيقى ياريت يا حبابي تردد ورايا الموسيقى music music الموسيقى music طبعا هنا c بتنطق k بنقول music وزي ما انا معاوداكم اي كلمة بتمر علينا بنقسمها يعني كلمة music m u s i c لازم نقرأ الكلمة ونجزق الكلمة علشان نحفظها spilling بكل سهولة اي كلمة يا حبابي اتعودوا ان انتو تحفظوها نطق و spilling اي كلمة بنقسمها زي كده وبنحفظها نطق و spilling بقول موسيقى music m u s i c m u s i c بعد كده حفلة موسيقية concert concert السي بنطقها k بقول concert concert قالت ال bass 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 حجرة الموسيقى music room music room تاني حفلة موسيقية concert concert قالت ال bass 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 حجرة الموسيقى music room music room بعد كده بقول لي other weirdest يعني كلمات اخرى other بمعنى اخرى weirdest بمعنى كلمات لما اقول other weirdest يعني كلمات اخرى اول كلمة عندي shibak window shibak window ونقسم الكلمة w i n d o w اي كلمة يا حبابي تقسموها علشان تحفظوها spilling بكل سهولة shibak window سقيل heavy shibak window shibak window heavy سقيل heavy خلفة behind behind خلفة behind طبعا دي حرف جرب خاص بالاماكن والمواقع صندوق box صندوق box ما او ماذا what ما او ماذا what للسؤال عن الاشياء بالتأكيد sure بالتأكيد sure عندي بعد كده expressions يعني مجموعة من التعبيرات تعبيرات expressions يستعد لي get ready for get ready for يستعد لي get ready for احترس او احذر look out look out يحدث go on go on بجوار shibak buy the window buy the window بمفردي buy myself buy myself هناك over there over there ثاني حبابي repeat after me الموسيقى music music حفلة موسيقية concert concert آلة البيس bass 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 حجرة الموسيقى music room music room كلمات اخرى other weirdest shibak window window سقيل heavy heavy خلفة behind behind صندوق box box ما او ماذا what what بالتأكيد sure sure عندي بعد كده expressions يعني تعبيرات يستعد لي get ready for get ready for احترس او احذر look out look out يحدث go on go on بجوار الشباك buy the window buy the window بمفردي buy myself buy myself هناك over there over there عندي بعد كده مجموعة من الافعال طبعا كل الافعال دي بنصرفها في زمن past symbol يعني زمن الموضل بسيط طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من الافعال في زمن past symbol في زمن الموضل بسيط افعال بقول عليها regular verbis يعني افعال منتظمة وافعال بنقول عليها regular verbis يعني افعال غير منتظمة الافعال المنتظمة هي افعال تحول الى موضي باضافة d او ed او ied يعني بحول الفعل الى زمن الموضل بسيط باضافة d او ed او ed لكن الافعال اللي غير منتظمة فهي افعال تحفظ كما هي على وضعها زي ما الكتاب بجيبها اول حاجة هنبدأ به regular verbis بالافعال المنتظمة ينظف clean up cleaned up clean up cleaned up ينقل او يحرك move moved move moved يرفع lift lifted lift lifted يساعد help 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 يساعد get ready got ready get ready got ready يساعد get ready got ready يضع put put يأخذ take took take took يفعل do dead do dead تاني حبابي نقول الافعال تاني ينظف clean up cleaned up clean up cleaned up ينقل او يحرك move moved move moved يرفع lift lifted lift lifted يساعد help 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 يساعد get ready got ready get ready got ready يضع put put يأخذ take took يفعل do did عندي عندي بعد كده مجموعة من الجمل طبعا يا حبيبي أول حاجة بنحفظ الكلمات والأفعال وبعد كده بنلاقي مجموعة من الجمل طبعا مجموعة الجمل ديت بنكونها من الكلمات اللي احنا حفظناها في الدرس ولما بنحفظ الجمل بعد كده بنقرأ tip script tip script المحادثة تبقى عبارة عن مجموعة الجمل اللي احنا حفظناها هنا طبعا بقول لي read and learn read and learn يعني اقرأ وتعلم أول جملة عندي في شكل سؤال ماذا تفعل what are you doing what are you doing عايزة أقول لي واحد ماذا تفعل أقول له what are you doing أنا أساعد مستر خالد في تنظيف حجرة الموسيقى I am helping مستر خالد clean up the music room I am helping مستر خالد clean up the music room هو يستعد للحفظ الموسيقي he is getting ready for the concert he is getting ready for the concert هل يمكنني مساعدتك can I help you can I help you ضعيها هناك بجوار النفذة put it over there by the window put it over there by the window لا أستطيع أنا أرفعها بمفردي I can't lift it by myself I can't lift it by myself طبعا إحنا لازم نحفظ الجمل الجمل دي بتيجي في الامتحان ممكن تجيلي في choose في شكل أخطر ممكن تجيلي في ترتيب أرتب جملة أو سؤال وممكن تجيلي في lesson استماع الكلمة اللي مكتبها في الديالو لازم يا حبيبي نحفظ الجمل أول حاجة أنا بقول لكم افهموا الجمل الأول لازم نفهم الجمل الأول إزاي كونا الجملة بالعربي وبعد كلا إزاي ترجمت الجملة لإنجليش أو إزاي حولت الجملة لإنجليش علشان الدنها سابتة في دماغي أنا لما أفهم الجملة كونتها إزاي على طول بدنها سابتة في ذهني وطبعا ممكن أحفظ جملة واحدة ومن خلال فهم للجملة دي يا حبيبي أكون عليها عشر جمل تانين يعني ممكن أغير كلمة في الجملة وأحول الجملة إلى معنى تاني يعني أنا لو فهمت جملة واحدة ممكن أكون علي الجملة اللي أنا فهمتها ريال عشر 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 جملة تانين خلاص يا حبيبي بعد كده إنها سقيلة جدا It's so heavy It's so heavy احترس يوجد صندوق خلفك Look out There is a box behind you Look out There is a box behind you ماذا يحدث هنا What's going on in here What's going on in here ممكن نقول here أو here بعد كده نقولهم تاني Repeat after me ماذا تفعل What are you doing What are you doing أنا أساعد ميستر خالد في تنظيف حجرة الموسيقى I am helping ميستر خالد Clean up the music room I am helping ميستر خالد Clean up the music room هو يستاعد للحفل الموسيقي He is getting ready for the concert هل يمكنني مساعدتك Can I help you ضعيها هناك بجوار النفذة أو بجانب النفذة Put it over there by the window Put it over there by the window لا استطيع أنا أرفعها بمفردي I can't lift it by myself I can't lift it by myself إنها سقيلة جدا It's so heavy It's so heavy احترس يوجد صندوق خلفك Look out There is a box behind you Look out There is a box behind you ماذا يحدث هنا What's going on in here What's going on in here كلا يا حبابي خلصت مجموعة الجمل بعد كده هنقرأ TypeScript يعني نص استماع يعني محادثة عبارة عن Dialog أو Conversation نشوف المحادثة اللي هنا اللي في الكتاب على الدرس الأول بين مين ومين يا ترى هتدور بين مين من الأشخاص بين مونة وكريم أول حاجة هنا مونة وكريم وبعد كده مين هيشارككم في المحادثة Teachar المدرسة هندأ من الأول مونة بتقول إيه Hi Kareem يعني مرحبا يا كريم What are you doing يبقى مونة دخل تعالى كريم في حجرة الموسيقى فبتقوله إيه Hi Kareem مرحبا يا كريم What are you doing ماذا تفعل رد عليها كريم وقال لها إيه I am helping Mr. Khaled clean up the music room أنا أساعد Mr. Khaled في تنظيف حجرة الموسيقى He is getting ready for the concert هو يستعد للحفل الموسيقي أنا بساعده علشان بيستعد للحفل الموسيقي فبنة قالت له إيه Can I help you Can I help you فرد كريم عليها وقال لها إيه Sure بالتأكيد You can move the base You can move the base يعني إيه يعني أنت تستطيعي أن تحركي أو تنقلي آلة إيه الباس بعد كده كريم قال لها إيه Put it over there يعني ضعيها هناك Buy the window بجوار الشباك بعد كده مونة قالت إيه فقالت إيه أج طبعا أج كلمة تدل على الهتاف أو الإشمئزاز طبعا الآلة تقيلة عليها فبتقول أج لأنها إيه تقيلة جدا عليها I can't lift it by myself أنا لا أستطيع أن أرفعها بمفردي أو بنفسي بعد كده طبعا دي حبايبي قالت ال base اللي في الصورة دي قالت ال base ومونة قالت إيه تاني it's so heavy إنها سكيلة جدا إنها سكيلة جدا فكريم قال لها إيه here I'll take it here I'll take it هنا أنا سوف إيه أأخذها خلاص إحنا هنحطها هنا أنا هأخذها يعني أشيلها إيه مني فبعد كده مونة قالت إيه look out احترس there is a box behind you يعني يوجد صندوق خلفك طبعا هو راجع بظهره ومأخذش باله إن فيه صندوق وراه فطبعا مونة بتقوله إيه look out يعني إيه يعني احترس there is a box behind you فبعد كده كريم طبعا ما أخذش باله ووقع على الأرض قال إيه حبابي ah طبعا بتدل على الإيه على الألم يعني هو وقع فطبعا بيقول ah يعني بتدل على الألم يعني فبعد كده teacher داخلت عليهم وقالت لهم إيه what's going on in here what's going on in here يعني ماذا يحدث هنا هي سمعت طبعا صوت كده من حجرة الموسيقى فداخلت عليهم وقالت إيه what's going on in here فرد عليها كريم وقال لها إيه we are cleaning up we are cleaning up يعني نحن إيه ننظف يعني احنا بننظف في حجرة الموسيقى كده يا حبابي احنا خلصنا tip script المحادثة نص الاستماع هندخل بعد كده على landgewage notes يعني إيه يعني الملاحظات اللغوية يعني مجموعة من القواعد اللي لازم تكونوا فهمينها علشان تعرفوا تحلوا عليها صحف الامتحان هنا بقول لي إيه بقول لي أن هلب ممكن تيجي في جملة فعل وممكن تيجي في جملة تانية اسم يعني كلمة هلب verb بمعنى يساعد ونون بمعنى مساعدة يبقى يا حبابي كلمة هلب تمشي verb وتمشي نون verb يعني فعل بمعنى يساعد ونون يعني اسم بمعنى مساعدة طيب إمت يا مساعدة أعرف إن هي فعل وإمت أعرف إن هي نون هقول لكم يا حبابي حسب موكحة في الجملة موكحة في الجملة هو اللي بيحكم على معناها سواء verb or نون سواء فعل أو اسم خلاص يا حبابي طيب أول حاجة لو جاءت فعل في الجملة بقول لي يأتي بعد هلب إما مصدر الفعل أو مصدر الفعل زائد تو يعني إيه يعني هلب لو جاء معاها فعل تاني في الجملة لازم الفعل التاني يجي في المصدر ثاني يا حبابي ركزوا على verb help لو help جاءت في الجملة verb بمعنى يساعد وجاء معاها فعل تاني لازم الفعل التاني يأتي في infinitive وبرضه ممكن أقول help to سواء help بدون to أو help to لازم الفعل التاني اللي هنستخدمه في الجملة يأتي في المصدر خلاص يا حبابي هنا قلت I am helping him carry the box هنا طبعا قلت helping علشان في am أبي help يعني مدارة مستمر علشان كده ضفت help ing قلت I am helping him carry the box طبعا هنا الفعل التاني اللي جه مع help جه فين جه في المصدر الجملة التانية I am helping him to carry the box هنا طبعا helping to سواء في to أو ما فيش to لازم الفعل اللي يجي مع help يأتي في المصدر بدون أي إضافات خلاص يا حبابي لو هنتعامل مع help كverb يعني فعل وجه فعل تاني مع help في الجملة لازم الفعل التاني يجي في المصدر سواء help أو help to لازم الفعل التاني يأتي في المصدر طيب عندي بقى هنا ممكن كلمة help تأتي كنون يعني اسم فين في الجملة أو السؤال زي كده لما أقول do you want any help معناها هل تريد أي مساعدة طبعا ما ينفعش أقول هل تريد أي تساعد طبعا ما ينفعش لكن هنا هقول إيه هل تريد أي مساعدة هنا help في الجملة موكح إيه noin noin يعني اسم طبعا معنى الجملة هو اللي بيحكم على الكلمة هنا لما قلت هل تريد أي مساعدة ما ينفعش أقول هل تريد أي تساعد طبعا ما تنفعش لكن تنفع أي حبيبي هل تريد أي مساعدة أنا كده من خلال معنى الجملة عرفت أن help noin يعني اسم فين في السؤال عندي بعد كده بقول لي boy معناها بوسطة أو بجوار أو إيه أو بنفسي برضو هنا boy اللي بيحكم على معناها موكحة في الجملة ممكن في جملة ألاقي معناها بجوار أو بوسطة ممكن في جملة تانية هنا الجملة الأولى بتقول إيه زبول اسبايزادور زبول اسبايزادور يعني إيه يعني الكرة بجوار الباب هنا حسب معنى الجملة هنا by معناها إيه معناها بجوار الجملة التانية I did Zahumwerk by myself أنا عملت واجبي بنفسي أنا عملت الواجب المنزلي بنفسي هنا معناها إيه معناها بنفسي مينفعش أقول إيه بجوار نفسي لكن أقول إيه بنفسي يعني انا عملت الواجب المنزلي بنفسي طيب هنا يعني ايه يعني هي هو هو يذهب الى المدرسة بالايه بالسيارة او بوسطة السيارة قلنا طبعا حرف الجر اللي بيأتي قبل وسائل المؤصلات هو ايه يعني هو يذهب الى المدرسة بوسطة السيارة او بالسيارة يبقى يا حبيبي ممكن باي معناها يبقى بوسطة او بجوار وممكن بنفسي حاسم او كحف الجملة عندي بعد كده الاتنين نطقهم واحد لكن دي بالاي ودي بالاي اللي بالاي معناها يرفع واحد بيرفع حاجة لكن اللي بالاي معناها يسار او شمال هنا اول جملة بقول لي ايه فاطمة كانت لفت زباج طبعا هو نطق واحد دي لفت ودي لفت لكن اللي بالاي معناها يرفع واللي بالاي معناها يسار بقول لي فاطمة كانت لفت زباج يعني فاطمة لا تستطيع ان ترفع ليه الحقيبة او الشنطة هنا كلمة لفت بمعنى يرفع الجملة التانية يعني ايه يعني المكتبة تكون على اليسار هنا معناها يسار دي لفت اللي بالاي معناها يسار لكن اللي بالاي معناها يرفع عندي بعد كده معناها جدا تأتي قبل الصفات يعني جدا تأتي قبل الصفات زي كده زي بيس يعني قالت البيس is so heavy I can't move it قالت البيس تكون سقيلة جدا انا لا استطيع عن ايه ان انقلها او احركها يعني من مكانها يبقى هنا كده هنا قالت البيس تكون سقيلة جدا heavy دي صفة صفة so معناها جدا لكن heavy adjective صفة علشان كده قلنا so heavy so بمعنى جدا تأتي قبل الصفة دي صفة يبقى على طول هنقول so heavy عندي بعد كده كان وكانت كان بمعنى يستطيع وكانت لا يستطيع كان بمعنى يستطيع وكانت لا يستطيع طبعا كان وكان يأتي بعدهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات شفت في الجملة كان اختار الفعل اللي في الانفينيتف يعني الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات شفت في الجملة كانت برضو اختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات طيب كان معناها اي حبيبي معناها يستطيع تعبر عن القدرة والاستطاع لكن كانت معناها لا يستطيع تعبر عن عدم القدرة والاستطاع يعني انا لو بقدر اعمل الشيء هقوله اي كان لو الشيء صعب علي ومش ادرى اعمله هقوله اي كانت هنا الجملة دي بتقول اي اي كان هل بيو انا استطيع ان اي اساعدك لو انا ادرى اساعدك هقول اي كان لكن لو حاجة مثلا اه صقيلة جدا ومش ادرى ارفعها هقول اي اي كانت ليفتزابوكس لو بتكلم عن نفسي لو بتكلم عليه هو هقوله ها اي كانت ليفتزابوكس هو لا يستطيع ان يرفع ليه السندوق كده الجملة دي تعبر عن عدم القدرة والاستطاع هو مش قادر يرفع السندوق ليه لان السندوق سو هيفي صقيل جدا هندخل على الصفحة اللي بعد كده عندي وظائف لغوية تتكلم عن يعني تقديم المساعدة تقديم المساعدة ازاي اقدم مساعدة لوحدة صاحبتي مثلا عايز اقول لوحدة صاحبتي هل يمكنني ان اساعدك انا شفت واحدة صاحبتي مثلا تعمل اي حاجة وانا عايزة اساعدها وعايزة اقدم لها المساعدة او اعرض عليها المساعدة هقول لها ايه بالانجليش هقول لها can I help you can I help you هل يمكنني مساعدتك او هل يمكنني انا اساعدك هي لو موافقة ان انا اساعدها هترد علي وتقول لي ايه sure للموافقة هتقول sure تب لو هي رفضة هتقول no sankis يعني لا شكرا يبقى للرد بالموافقة هنقول sure لكن لو انا مش موافقة ان صاحبتي تساعدني هرد عليها وقول لها ايه no sankis ثاني يا حبابي لو انا بقدم المساعدة لوحدة صاحبتي عايزة اساعدها في اي حاجة هي بتعملها هقول لها ايه بالانجلش can I help you can I help you هل يمكن ان مساعدتك لو هي موافقة ان انا اساعدها هترد علي وتقول لي sure تب لو هي مش حبة ان انا اساعدها هتقول لي no sankis للرفض no sankis بعد كده للتحذير لو انا عايزة احذر اي شخص من اي مأزق او اي مشكلة هو هيقع فيها من غير ما ياخد باله هقول له look out look out يعني ايه يعني احترس look out يعني احترس مثلا واحدة صاحبتي فيه صندوق وراها وهي مش واخد بالها من صندوق وهي مشي طبعا رجع ضهراها الورا ومش واخد بالها من صندوق وانا عايزة احذرها اقول لها احترس في صندوق خلفك هقول لها ايه look out look out يبقى للتحذير بنقول look out there is a box behind you يعني يوجد صندوق خلفك طيب هي هترد علي وتقول لي thank you طبعا انا قلت لها احترس هي طبعا كانت هتقع بس انا ايه قلت لها ايه look out من خلال look out اللي هي التحذير اللي بتدل على التحذير هي عرفت ان في حاجة وراها وبعد كده خلت ايه بالها فعلشان كده هتقول لي ايه thank you يعني ايه يعني شكرا لك طيب بعد كده بقول لي give instructions ليه اعطاء التعليمات give instructions اعطاء التعليمات لو انا عايزة اقمر شخص ان هو يعمل حاجة هبدأ الجملة بتاعتي بفعل في المصدر بقول عليها جملة امرية جملة امرية تبدأ بيه مصدر الفعل زائد باقي الجملة زي كده put it over there يعني ضعيها هناك boyza window بجوار الشباك دي كده جملة امرية برقت بايه بفعل في المصدر انا لو عايزة اقمر شخص ان هو يعمل اي فعل هبدأ بالفعل ولازم الفعل يبقى في المصدر وبعد كده باقي الجملة وكده يا حبابي نكون انتهينا من شرح الدرس الاول متنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايو وتفعلوا زر الجرس ليبصلكوا كل جديد واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته